اكد خبراء في قطاع الضيافة ان معدلات اشغال الفنادق ونسب الحجزات في المملكة تخطط حاجز الثمانين بالمئة مع نهاية اليوم الثالث من عيد الاضحى المبارك مرتكزة على مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على جانب في السعودية وقد وصف الخبراء الحركة السياحية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك بالجيدة جدا حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة نسب الاشغال بمختلف الفنادق من فئتي الخمس والاربع نجوم وبخاصة المتجعات ذات الواجهة البحرية وذكر الخبراء ان مواطني المملكة العربية السعودية يستحوذون على نسبة ثمانين بالمئة من اجمالي زوار المملكة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك يليهم مواطني كل من الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت حددت وزارة المواصلات والاتصالات حدا اعلى لموديلات المركبات من اجل التأهل للحصول على ترخيص نقل البضائع وذلك بخمسة عشر عاما وينص القرار الجديد على انه لن تصدر بطاقات التشغيل اذا كانت سنة صنع سيارة اكثر من خمسة عشر عاما كما حددت عشرين عاما حدا اخصى لترخيص في كل الاحوال وقد اصدر وزير المواصلات والاتصالات هذا الاسبوع قرارا يضع فيه نظاما لترخيص نقل البضائع وقد احتوى القرار على شروط للشركات من اجل الحصول على الرخص اذ منح القرار سنة كاملة للتنفيذ اي بحلول السادس من اغسطس العام المقبل 2019 طرحت شركة سيكو ورقة استشارات عامة متعلقة بالاكتتاب العام الاولي المقترح لشركة في برصة البحرين خلال الفترة من التاسع الى الثلاث العشرين من اغسطس الجاري ولمدة خمسة عشر يوما ووفقا لنشرة الاصدار الاولية فانه سيتم طرح عشرين بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة للاكتتاب التي تمثل ثمانية عشر مليون سهم ويبلغ عدد اسهم اي بي ام ترم نز البحرين الشركة المشغلة لميناء خليفة يبلغ تسعين مليون سهم حيث تمتلك الشركة الام اثنين وسبعين مليون سهم تمثل ثمانين بالمئة من جمالي الاسهم واما باقي الحصة فهي مملكة لمجموعة يوسف بن احمد كانو ولن نتابع اسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخارجية والعالمية في الشان الخليجي اصدر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بيانا ينفي فيه التقارير التي تنقلتها عدد من وسائل الاعلام عن نية الغاء الطرح العام الاولي لشركة ارامكو السعودية واصفا اياها بغير صحيحة وذكر الفالح ان الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الاولي العام لارامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب التي تختاره الحكومة مشيرا الى ان الاطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل بما في ذلك مناسبة اوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيمويات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس ادارتها خلال الاشهر القليلة المقبلة في سياق متصل استحوذت منطقة اسيا على معظم صدرات شركة ارامكو السعودية من نفط الخام خلال العام الماضي لتبلغ رسبتها اكثر من 68% ما يعادل 1.72 مليار برميل سنويا ووفقا للتقرير السنوي لعام 2017 للشركة فقد بلغ حجم صدراتها من الزيت الخام خلال العام الماضي 2.51 مليار برميل وجاءت الولايات المتحدة الامريكية كثاني اكبر مستورد بنسبة 14% ثم كل من منطقة البحر الابيض المتوسط وشمال غربي اوروبا في الكويت اكد وزير النفط الكويتي بخيط الرشيد ان الكويت والعراق سيعينان مستشارا للراسة تطوير حقول النفط المشتركة قريبا وقال الوزير ان الكويت تتوقع اتفاقا مع العراق بخصوص استيراد الغاز وحقول النفط المشتركة قبل نهاية العام الحالي وتوقع الرشيد ان تظل السوق مستقرة من الان وحتى نهاية العام الجاري واشار الى ان الاجتماع او اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين اوبك والمتجين المستقلين المقرر عقده بالجزائر في سبتمبر سيرجع ارقام الانتاج من المنظمة وخارجها نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل 200 مليار جنيه مصري تكلفة المرحلة الاولى من العاصمة الادارية الجديدة في البلاد فرضت الصين رسوما جمركية مشددة على 16 مليار دولار من المنتجات الامريكية المستوردة في رد فوري على اعلان امريكي عن عقوبات جمركية جديدة على القيمة نفسها من المنتجات الصينية وبحسب وكلة انباء الصين فقد دخلت الرسوم الجمركية الصينية بنسبة 25% حيز التنفيذ بعد لحظات على فرض واشنطن رسوما جمركية مماثلة وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها انها تعرض بشدة الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة مشيرة الى انها ستقدم شكوى بهذا الصدد الى الية فضل نزاعات في منظمة التجارات العالمية في سياق اخر اكد مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون ان اتفاق مبادلة العملة مع البنك المركزي القطري غير كاف لمساعدة الاقتصاد التركي وتأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه مصرف قطر المركزي انه وقع مع البنك المركزي التركي اتفاقية بشأن مبادلة العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقار المالي واشار بولتون ان الازمة مع تركيا يمكن ان تنتهي فورا اذا اطلقت سراحة القص الامريكي الذي تسبب اعتقاله في تعميق الخلافات بين انقرة وواشنطن مما دفع برفع الرسوم الامريكية على الوردات التركية من الحديد والالمنيوم وتسبب بانهيار العملة التركية الى مستويات قياسية في الاشهر الاخيرة الى ذلك اعرب مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الموازنة جونتر اوتينجر عن رفضه منح مساعدات مالية مباشرة من ميزانية الاتحاد الاوروبي لتركيا في ظل ازمة انهيار عملتها وقال اوتينجر في تصريحات صحفية انه لا يرى ايضا تقديم المانيا لمساعدات مالية لتركيا امرا مناسبا وحث المفوض الحكومة التركية على اللجوء الى صندوق النقد دولي في حالة ضرورة وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مضاعفة الرسوم الجمهورية على منتجات الصلب التركية الى خمسين بالمئة وعلى منتجات الالمنيوم الى عشرين بالمئة في ظل تزايد التوتر بين انقرة وواشنطن وبالحديث عن العقوبات فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات جديدة على شركتين روسيتين تتهمهما بانتهاك الحظر التجاري المفروض على كوريا الشمالية وبحسب صحيفة ووستريت جونال الامريكية تبرز الاجراءات الامريكية تصعيدا جديدا في طغوض الاقتصادية الامريكية على موسكو في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس الامريكي الى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وقالت الخزانة الامريكية ان الشركتين الروسيتين ساعدت بيونج يانك في التهرب من الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة على تجارة النقط معها سجلت ووستريت اطول فترة سوق صاعد في تاريخ الولايات المتحدة مع ختام تعاملات امس يوم الاربعاء وبدأت السوق الصاعد او كما تسمى سوق الثيران في التاسع من مارس عام 2009 عندما سجل مؤشر ستاندرد ان بورس خمسمائة مستوى 676 نقطة بفعل الكساد الكبير واغلق المؤشر الذي يتبع اداء خمسمائة شركة كبرى عاملة بالولايات المتحدة جلست امس بعد 3453 يوما من تداول دون هبوط بنحو 20% او اكثر ويأتي السعود في اطول سوق ثيران بتاريخ الولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي واستفادت الشركات الامريكية بشكل خاص بسبب قانون الضرائب والذي وقعه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اواخر عام 2017 اعلن كبير مفوضي الاتحاد الاوروبي ميشيل بارينيه ان الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة سيتفوضان من الان بشكل او من الان فصاعد بشكل متواصل وذلك مع دخول المفوضات حول اتفاق الانسحاب المرحلة الاخيرة قبل مغادرة الاتحاد في مارس 2019 وقال بارينيه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في بروكسل ان المفوضات تدخل حاليا مرحلتها النهائية وقد تم الاتفاق على ان يكون التفاوض من الان فصاعدا بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة متواصلا في فنزويلا اجرت الحكومة اكبر تخفيض في قيمة العملة تاريخيا ما مثل تقليص بنسبة 95% وما يمثل اختبارا لقدرة الفنزويليين على تحمل مزيد من الالم الاقتصادي وقد تؤدي هذه الخطوة الى معدلات تضخم مرتفعة في فنزويلا والذي يتوقع صندوق النقد الدولي ان يقفز الى مليون في المئة هذا العام كما انها ستهوي بالسعر الرسمي للعملة من حوالي 285 الفا الى 6 ملايين مقابل الدولار الواحد والان نلقي نظرة سريعة على ابرز مؤشرات لسواق العالمية واسعار النفط المعادن الرئيسية وننهي نشرة متابعنا من مصر حيث اعلن نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية خالد عباس ان التجشين الرسمي للعاصمة الادارية الجديدة سيكون في منتصف عام 2020 واضاف عباس ان مساحة المرحلة الاولى من المشروع تقترب من 40 الف فدان لتغطية المرافق السكنية والادارية باجمالي تكلفة تقترب من 200 مليار جنيه اي ما يعادل اكثر من 11 مليار دولار واشار الى ان تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة بدأ منذ حوالي سنتين في شهر ابريل من عام 2016 موضحا ان العمل يجري على مدار الساعة وهو ما ادى الى ارتفاع معدلات الانجاز باعلى من المتوقع اشتركوا في القناة